السلام عليكم اهلا وسهلا بكم سعيدة بلقياكم مجددا على قناة سعاد تيفي كنتمنى من كل قلبي هاد الفيديو يلقاكم وانتم مفأة الصحة والعافية انتم حبابكم اللي عزيز على قلبكم كنشكركم جزيل شكرا على حسن المتابعة على تعاليكم الجميلة والطيبة وعلى اللايكات ديالكم الله يحفظكم ويجازيكم عني بكل خير اليوم ما غادي نقترح عليكم غريسات سائلين كيجيوا رائعين رائعين بمعنى الكلمة ساهلين بزف بزف في التحضير ان شاء الله حتى الاخوات اللي ممتوفرش عندهم القوالب او ليمول ممكن يحضرهم فان شاء الله على بركتي الله طريقة سهلة ومبسطة اول خطوة نديرو هي نوجد القوالب ديالنا في حالة دا كنا نديروهم في القوالب فغادي نوجدوهم هكا يندهنوهم بالزبدة ضروري بالزبدة من بعد نرشو بالضقيق والركزو دائما على الجوانب باش ما يلسقو لناش نهائيا بنسبة الاخوات اللي غادي ديروهم في الطاوة يعني في اللاطة كبيرة فضروري اما تدهنوها ولا تفرشو فيها الورق ومن بعد ما حضرنا ليمول ديالنا هما الاولين غادي ندزون طريقة تحضير اللي سهلة مكونات بسيطة بنسبة لهذه القريسات غادي يكونو بالماء اي بدون حالب فاول مكون غادي يكون تأس ونصف من الماء بنسبة الماء فهو ماء ساخن غادي نوضع كأس الا ربع من السكر القريسات ديالنا غادي يجيو حليلوين شوية نصف بيضة ما عزيزاش عليكم الحلوة ممكن تنقص السكر غادي نضيف كيس من الفانيلا اللي ممكن تعاوضه بقشر الحامض يكون محكوكين في الحكاكار رقيقة غادي نخلط واحد شوية وغادي نضيف بيضة غادي نخلي منها غير واحد شوية ديال الاصفر كيف ما غادي تشوفوا معايا غادي نخلي غير واحد شوية ديال الاصفر بحالة نقولو خلينا ربع بيضة غادي نخليها على جانب للاخير ان شاء الله وغادي نخلط هاد البيض مع السكر مع الفاني مع الماء بنسبة لي ما بغاش يديرهم بالماء ممكن ديرهم بالحليب فغادي نوضع هنا ملعقة من الخميرة ما يعادل عشرة غرام وغادي نوضع ربع كأس من الزيت بنسبة لهاد الكأس الصغير كي عبار ليه ربع كأس من الزيت اي كأس العنبا غادي نخلط جيدا وغادي نضيف ان شاء الله بعد الحبوب غادي نضيفه اللي كأتبغي وانا غادي نضيف النافع حبة حلاوة وغادي نضيف الزنجلان شوية شوية الموهم هاد القريسات يجيونا من السمين ويجيونا زوينين بالنسبة لهاد الزنجلان نافع حبة حلاوة ما عنديش محمرين غير منقين وصافي بعد ما خلطتهم مزيان غادي نبدان نضيف الدقيق فالدقيق غادي نضيفوه بالتدريج والدقيق عادنا مغربل من قبل ضروري يكون مغربل باش هكي يسهل عليكم الخالطة وبعد ما كندخله في الخالط نصف الكمية ديال الدقيق غادي نضيف القليل من الملح باش يجيونا زوينين وغادي نضيف كيس واحد من الخميرة من فئة 8 غرام كيس واحد من الخميرة بنسبة الخميرة فهي خميرة الحلويات بنسبة الخالط ديالي فرفد ليه ثلاثة ديال كؤوس ونصف اي ما يعدل 350 غرام ديال الدقيق غادي تشوفوا معي القوام بنسبة الاخوات اللي بغاو يديروهم قريسات يعني يكون العجينة شوية قاسحة ويعملوهم في الطاوى فرديين فالدقيق غادي توضعو حتى غادي تزيدو كاس يعني كاس ديال الدقيق حتى الكاس ونصف اي غادي تديروه تقريبا واحد خمسمائة غرام ديال الدقيق القوام يكون جامع راسو لكن في نفس الوقت متقسحوهش بالزف وغادي تتبعوه نفس المراحل غير هما كنخليهم يخمارو اكتر من القريسات السائلين الخالط ديالي بعد مكملته بالخلط دائما نخلطه بخلط يداوي او بكهربائي او بيديكم باش ممكن مهم ميبقناشي في الخليط ديالنا الحبيبات غادي نخليه يرتاح خمسة دقايق وغادي نكملو ان شاء الله معا بعض بنسبه القوام كانت مني يكون واضح لكم كيف كتشوفو فالقوام غادي التقوليه وغطي واه بالزلوفا هكا باش فيه ساح هكا تتفعل لنا الخميره مده اللي خليتو فخليتو خمسة دقايق بعد مده السائلين خمسة دقايق كيرتاح كيد ضعف شوية الحجم ديالو غادي نبدا نهز بالمعلقة وغادي هكا نحط في القوالب بنسبه كل قلب غادي نوضع فيه هكا قياس واحد للملعاقة كبيرة مملوئة جيدا اذا ما عمرتوش الملعاقة بشكل جيد غادي تديرو وحلا غادي تديرو جوج مرات غادي تعمرو وتعاودو المهم تعمرو القالب متوصلوش حتا للنصف ديالو بعش يجيكم الشكل مزيوان ومن بعد يعني ما يطيبو هكا ما يفيضو متشي حاجة وخاهد القوام يعني ديال العجين ديالنا فهو كيف كتشوفو قوام اللي عاقدره ما غاديش يفيضو لكن هكا الاحتياط فقط غادي ان شاء الله نساوي هاد العجينة في هاد القوالب فهكا غير تحركوهم حتي يشدو هكا المكان ديالهم ويجيونا نساويين او لا تبقاو يعني تديرو هكا الاصبع ديالكم في القليل من الزيت وتصرحو هكا الوجه مزيان مزيان بالنسبة الاخوات اللي غادي ديرو العجينة قاسحة يعني على شكل غريسات فغادي يعني تاهم يتخمرهم هكا التيد ضاعف لحجم ديالهم وغادي تبدو الدهن يديكم بالزيت وتشكلوا غريسات مكورين وتوضعوهم في الصينية يعني غير الصينية ضرور يكون مفرش فيها الورق او لا مدهونة بالزيت ومرشوشة بطقيق او لا مدهونة بالزيت بالزبدة ومرشوشة بطقيق باش ميلوسقوا لكم شي نهائيا ملاحظة مهمة فبالنسبة للقوالف فعمرت غير الصينة وغادي نقدهم وندهنهم وعاد غادي نكمن ان شاء الله الكمية الاخرى يعني الصينة اخرين بالنسبة الخالي ثلاثة تكون فكي خرج لنا 12 وما شاء الله يعني 12 اللي همية كبابرين يعني مش صغيرين فعلاش كان سبقوا 6 تاعة كان عمروا الصينة باش اللي عجينا فالقواليب كنقدوها وصافي وكندهنوها وخليوها ترتاح ماشي حتى كي تضاعف الحجم ديالها وعاد كنرجعو نقدوها بالاصبوع ديالنا وندهنوها بالبيض باش ما كان هبطوش فيهم الخميرة كيف ما شفتوا معايا خضيت الاصفر ديال البيض فانا خففتوا بزاف يعني زيت معاها كجوج مع علاقة ديال الحليب فاذا بغيتوا يجوكم ديك الحمورية ويبانوا مدهنين بالبيض فما تزيدوش الحليب غادي الدهنو غير بالاصفر ديال البيض اللي خلينا في الاول فغادي يكفاكم وغادي شايد منو انا خففته بالحليب باش يجيني هكا بغيت غير يلثق ليا الزنجلا ان شاء الله اللي غادي نزين به حاولوا وانتو ما كدهنو ما توصلوش لخالي ديال البيض والحليب للجوانب باش ميلوسق لكم ش نهائيا لانا وخا القوالي بيكونوا مدهنين اذا تقاس البيض مع الجوانب ديال القالب فكيلسق هادي واحد المونا حدا صغير وورا غادي نزين بالزنجلان بالنسبة للزنجلان اللي ما محمار شي غير هكاك حيست ستبار كلها غادي يحمر في الفران والبعض غادي نزينهم باللوز ما هنمش تزين دائما كي بقى اختياري ممكن ما تزينوهمش حتى تخرجهم من الفران دهنهم بالنبج تزينوهم بالكوك اولا باش ما بغيتو غادي نخليهم مده ديال خمسة دقايق هكا يتضعف لي الحجم ديالهم واحد شوية وغادي ندخلهم للفران اه وغادي نشعل من الاسفل نار من هي لبح اللا غادي نطيب الكيك حتى كنحصل عليهم بهات الشكل ما شاء الله يتضعف حجم ديالهم وكي تحمرهم الجوانب وكي تبدأ تطلع عليهم الحمورية من الوجه وعاد كنزيد نحمرهم تك نحصل عليهم بهات الشكل دهبي من الوجه النار دائما منقصة باش كي جيو نزوينين وكي طيبوا على خطرهم وغادي نخرجهم ان شاء الله ونقدموهم ان شاء الله بالصحة والراحة بالنسبة اللي غادي دير العجينة قاسحة وغادي دير غريسة فغادي تتبعون نفس المراحل غير في الخميرة المرة التانية فاش تبغيوا تخمرهم حاولوا يعني تعطيهم واحد لوقيتة اللي كتر يعني تتشوفوا الحجم ديالهم ضاعف باش هكي يجوكم فشفشين ويجوكم زوينين ودائما يعني ده كانوا القريسة قاسحين فغادي تحطوهم في مكان دافئ باش فيسع ضاعف الحجم ديالهم وما تبردش فيهم الخميرة هادو يعني ملاحظة اللي مهم جدا 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 في نجاح القريسات كيف ما بغاوا يكونوا وبنسبة القريسة اللي حدرنا مع بعض سائلين فكيجيوا على هات الشكل كيكتشوفوا ما شاء الله ما شاء الله كيجيوا حلوين بزاف بزاف فالكمية اللي كنوضعو في القواليب كينتفخونا بهاش كيجيوا بحل بحل كيكتوى لكن ما شاء الله هادو قريسات طلعة منه موحد الريحة ديال النافع ديال حبة حلاوة ديال الزنجلان كتحمق غادي ان شاء الله عندو زمع بعض نحيدوهم من القواليب وتشوفوا كيجيوا من الاسفل محمرة ينكي كيجيوا معلى الوجه كيجيوا قيمة في الروعة فكيف قلت لكم غير ما توصلوش البيض للجوانب وما غاديش لوسقو لكم نهائيا هدي تحيدو بكل سهولة فماشاء الله كيجيوا لها تشكل حلوين حلوين بزاف ومزونين ان شاء الله تجربوهم وتستمتعوا بهم توما وحبابكم فالقريصة ديالنا كيجيوا على هات الشكل من الداخل كيجيوا هشاش بزاف بزاف فإذا شتوا اللون ديالهم كيجي شوية أصفر فحبت حلاوة والنافع والرجلان بحلاك يطلقوا لينا حيث العاجين كيكون سائل يعني فعادي جدا كنتمنى لكم دوام الصحة والعافية مع السلام إلى الملتقى في فيديو آخر إن شاء الله أستودعكم والله اشتركوا في القناة